السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذا الفيديو حنكمل مع بعض سلسلة الحروف الإنجليزية أخذنا مع بعض حرف A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K توقفنا عند حرف الك جميع هذه الحروف أخذنا كيفية كتابتها وصوتها وستة كلمات تبدأ بهذا الحرف اليوم بإذن الله في هذا الفيديو حنأخذ حرف L وحرف M وقبل ما أبدأ بشرح حرف L وM أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بحرف L هنا لدينا حرف L سنتعلم كيفية كتابة حرف L وصوته وستة كلمات أيضا تبدأ بحرف L نبدأ بسم الله ب How to write the letter L يعني كيف نكتب حرف L سنتعلم سويا كيفية كتابة حرف L ولكتابة حرف L على الخطوط الثلاثة وهو الخط العلوي وخط المنتصف وخط السفلي أي top line, middle line and bottom line طيب هنبدأ بكتابة حرف L من الخط العلوي هنرسم خطا مستقيما يصل إلى الخط السفلي ثم نرسم خطا إلى جهة اليمين وهذا هو L capital إذن طيب لكتابة L small هنبدأ أيضا من الخط العلوي ونرسم خطا مستقيما فقط يصل إلى الخط السفلي وهذا هو L small إذن لكتابة L small سنبدأ من الخط العلوي ونرسم خطا مستقيما فقط خطا مستقيما فقط إذن هذه هي طريقة كتابة L capital و L small جدا بسيطة وسهلة والآن سننتقل إلى يعني ما هو صوت حرف L صوت حرف L هو إذن عند قراءة أي كلمة تبدأ بحرف L سننطق حرف L الآن سننتقل إلى words that start with the letter L يعني كلمات التي تبدأ بحرف L لدينا أيضا ست كلمات تبدأ بحرف L وهي lion 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 ويعني الأسد lamp 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 وهي اللامبة نحن منقول لامبة بالإنجلش أيضا lamp lamp الكلمة الثالثة هي leaf 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 وتعني ورقة الشجر لدينا أيضا leather 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 وهو السلم lock 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 وهو القفل lotus lotus لوتس 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 وهي زهرة اللوتس إذن لدينا ست كلمات تبدأ بحرف L وهي lion أسد lamp لمبة leaf ورقة شجر leather سلم lock قفل وأخيرا لوتس وننتقل الآن إلى تمرين حرف L هنا في هذا التمرين لدينا جميع الصور التي تبدأ بحرف L علينا أن نصل ما بين كل صورة والكلمة المناسبة الصورة الأولى هنا لدينا زهرة اللوتس إذن الكلمة هي لوتس ل ل لوتس الصورة الثانية هي صورة قفل وتعني لق لق الصورة الثالثة هي صورة لمبة وتعني لامب لامب أما الصورة الرابعة فهي صورة أسد ويعني lion lion الصورة الخامسة ورقة شجر وهي leaf leaf وأخيرا لدينا السلم ويعني leather leather إذن هذه هي الصور والكلمات التي تبدأ بحرف L والآن ننتقل إلى الحرف الثاني وهو حرف M سنتعلم أيضا كيفية كتابة حرف M وصوته وست كلمات تبدأ بحرف M سنبدأ ب how to write the letter M إذن how to write the letter M كيفية كتابة حرف M لكتابة حرف M أيضا سنبدأ من الخط العلوي ونرسم خطا مستقيما حتى نصل للخط السفي ثم نعود إلى نفس النقطة في الأعلى ونصل خطا مستقيما إما يصل في الخط المنتصف وإما نصله إلى الخط السفلي هنا هناك طريقتان كلاهما صحيحة ثم نعود من النقطة نفسها ونكمل إلى الخط العلوي ثم خطا مستقيما يصل إلى الخط السفلي بهذه الطريقة وبذلك نكون قد كتبنا M capital ولكتابة M small سنبدأ من الخط المنتصف ونرسم خطا مستقيما يصل إلى الخط السفلي ثم نرسم خطا منحنيا في المنتصف ثم نقوم بإكماله إلى الأسفل ونعود خطا منحنيا أيضا ونكمله إلى الأسفل وبذلك نقول قد كتبنا M small إذن جعل sortir مننصف العلوي الثم then we will go back to the same point and draw a slant line to the middle or to down then we will continue a slant line to the top line here and continue down to the bottom line and this is M capital to draw M small we will start from the middle line here and we will draw straight line down then a curve line down then another curve line down this is M small. إذن بهذه الطريقة نكون قد كتبنا M capital و M small. سوريكم الآن الطريقة الثانية لكتابة M capital. إذن كما ذكرت لكم أننا يمكننا كتابة M capital بهذه الطريقة خطا مستقيما للأسفل ثم نعود إلى نفس النقطة ونرسم خطا مستقيما أيضا يصل إلى الأسفل ونكمل إلى الأعلى ثم إلى الأسفل. إذن هناك طريقتان كلاهما صحيحة لكتابة M capital. ننتقل الآن إلى The sound of the letter M. The sound of the letter M يعني صوت حرف الام عندما نقرأه. صوت حرف الام هو ما 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 والآن ننتقل سويا إلى Words that start with the letter M. يعني الكلمات التي تبدأ بحرف الام. وأيضا لدينا ست كلمات تبدأ بحرف الام وهي الكلمة الأولى هي ويعني القرد. الكلمة الثانية هي مون ويعني القمر. الكلمة الثالثة هي موسك ويعني القناع. الكلمة الرابعة هي ماوس 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 ويعني الفأر. الكلمة الخامسة هي منغو. 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 وهي فاكهة المنغا. والكلمة السادسة والأخيرة هي مات. 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 وتعني السجادة الصغيرة. إذن لدينا ست كلمات تبدأ بحرف الام وهي منغو. 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 منغا. مات. مات. سجادة صغيرة. والآن ننتقل إلى التمرين الخاص بحرف الام. هنا في هذا التمرين علينا أن نصل ما بين الصور الخاصة بحرف الام واسم كل صورة. لدينا الصورة الأولى هي صورة فأر وتعني ماوس ماوس. إذن سنصل ما بين الفأر وكلمة ماوس. الصورة الثانية هي صورة منغا وتعني منغو. منغو. الثالثة هي صورة سجادة وتعني مات. مات. أما الصورة الرابعة فهي صورة قناع ويعني ماسك. ماسك. أما الصورة الخامسة فهي صورة القمر ويعني مون. مون. والصورة السادسة والأخيرة هي صورة القرد ويعني monkey وبنهاية الفيديو أتمنى من جميع المشاهدين أن يضغطوا على زر اللايك ولا تنسوا إنكم تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد ولا تنسونكم تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم بتعم الفائدة على الجميع وشكرا